اشتركوا في القناة المشاهد الكريم اينما كنت نسوق اليك تحايا عطرات وامان النظرات وامالا غير عاطلات في عفوا يعني انا مريض اعزلوني لكن في هذه الحلقة المهمة من برنامجكم دافورينة نريد ان نتطرق الى محاولة تحليل اداء المنتخب النيجيري اللي هنلعب معه والمباراة الجاية ان شاء الله اعفوا مرة اخرى و قد يتبادر للسؤال يا خجوطة دي كلها هيتو بتعملها كذا هيتو متخينين انه احنا نغلب نيجيريا اولا ليس هذا مقصدنا مقصدنا هو ان نضع امام المشاهد واما اذا وصلت هذه الحلقة لمسؤولين ان نوريهم بالظبط احنا بنفكر كيف كمشاهدين يعني وربما يجدوا معلومة كلمة اه شيء ما يفيدهم في طريقة اه دراستهم للمباراة اه وربما يفيدهم ايضا اه في ترتيب لامور او تغيير للاولويات بتاعتهم او اي شيء الاهم من دودا انه في الحلقة الفاتحة انا قلت ما التعادل بتعغيني بيساو اهم ما فيه ليس نقطة نفسها بقدر ما هو استعادة جزء من اراضينا واستعادة الثقة اه اللعبين استعادوا الثقة في انفسهم وانهم قادرين مع قليل من الجهد قادرين على ان يفعلوا شيئا حتى لو لم يكن هذا الشيء ضمن الطموحات لذلك اه نحن نريد ان ندفع بهم الى الامام ايضا اه بالنسبة لي انا واقعيا اريد ان احسن موقف الفريق القومي السوداني بحيث ان يكون ترتيبه ما بين السبعتاشر والعشرين ده رأيينا طيب هل ده بمنع من انه احنا نمشي لقدام لا ما بمنع جايز نبقى في السبعتاشر لانه هناك اربع فرق من التوالد على اسوأ الفروض اربع فرق من التوالد انت تستطيع ان تكون واحد منين طيب ده صعب صعب جدا لكن المهمة ليست مستحيلة ومع قليل من الجهد يمكن ان نفعل لذلك علينا ان نعمل الهوم ويرك بتاعنا الواجب بتاعنا الدراسة بتاعتنا التحليل بتاعنا وبعد كده اللي يحصل ده موضوع اخر والدعوات يعني نحن كلنا كسودانيين ندعو بالنجاح لفريقنا القومي وطاقمه الفني فاصل ونواصل طيب ده نحن نركز فقط على الفريق النيجيري ما سنتعامل مع الفريق السوداني اصلا سنترك هذا الامر للجهاز الفني ولللعبين وهم يعمل الهم دائرين وما عندنا شغلة ولا هنقدم نصح يختص بالمجموعة اللي هتلعب ولا غيره نحن فقط هنتكلم عن الفريق النيجيري طيب الفريق النيجيري ديل الـ 11 اللي عبه آخر مبارا اللي هي مع مصر واللي غلب مصر 1 المجموعة دي هي اللي عملت العمل طيب المجموعة دي عادة حتى مع المدرب الوطني الجديد اوغستين بيلعبوا بنوعين من أنواع التشكيلات داخل الملعب أو بطريقتين زي ما نسمون إما بيلعبوا بـ 3 1 4 2 ودي اللي مرسومة عندنا هنا 3 1 4 2 أو ده في حالة الاستحواز لما الكورة تكون عندهم لما الكورة يفقدوها بيلحولوا هذه المسألة لـ 5 3 2 ودي الطريقة اللي بيلعبوا بيها دائما ودي الطريقة الناجحة معهم عندهم طريقة بديلة بيلعبوا بها بيلعبوا بأربعة ثلاثة ثلاثة بتشكيلات أو مشتقات مختلفة في بعض المرات لكن غالبا ما بتنجح معهم عندها حاجات كثيرة ما دار نتكلم عنها سنخلي القصة دي ما عايزنا الحلقة بطول كثيرة لكن هم اللعبوا بيها من مصر هي 3 3 1 4 2 اللعبوا بيها من مصر لما يستلموا الكورة لما نفقدوا الكورة بتحولوا بعدين هنجي لما في حالة الفقدان نشوفهم بيلعبوا بتبقى تتحول الشغلة لـ 5 3 2 هنركز على دي هل ده معناه انه ممكن نلعبوا معانا بالطريقة دي لا جبال انا قلت هل في امكانية نغلب الفريق ده وارد هنقول لك حاجة افريغيا الوسطى في التصفيات بتاعة افريغيا دي زاتا حازمة نيجيريا دي زاتا بنفس التشكيلات وناصر ديل في نيجيريا 2 أو 1 لا اذكر لكن غلبتها يعني فما هي القضية كده القضية انه احنا دائرين نلعب ونقدم شكل مزبوط بغض النظر على النتيجة والتي نتمنى بشكل وباخر ان تكون في مصلحة السودان يبقى ده الشكل اللي احنا بنلعبوا ونمشي خطوة نشوف هل بتلعبوا نيجيريا الحقيقة للوقت دي حالة الاستحواز الكورة الان عند النيجيريين وعايزين يبتدوا الكورة بتاعتهم دائما يبدوا الكورة من تحت يعني طبعا ما لم يكون قطعها في الملعب بتاعك لكن عادة بلعبوا الكورة من تحت هنا اي واحد من الناس دي التلاتة بتاعين الدفاع بفتش على هذا الرجل اللي هو نمر اربعة اوليبر انديدي انديدي ده اهم ملاعب موجود في الحكاية دي كلها هو عبارة عن مركز ستة وهو يلعب بنظام الريستة اللي هو مش التقليدي يعني عشان نقرب القصة ما زي عندنا مثلا زي الشغيل مثلا على سبيل المثال او ما زي على الدين يوسف زمان لا هو بلعب بنظام او في وظيفة الرجستة مهمة هو تنظيم اللعب واستلام الكورة اول زول بيصعر للثلاث ديل هو انديدي لما يطلع يجي هنا غالبا بيسحب معا واحد بيخلق مسافات له هنا وبمجرد هو رجل حريف ايضا وزول يعني كورته كويسة ما هو زول بتاع قلع يعني فزول كورته كويسة يبتدي يلعب هذا اللعب يبتدي يوزع الكورة حسب الناس الفواضية وحسب الكورة ما شوين وحسب التحركات بتاع اللعبته ايهم اقرب ايهم الكورة دي اخطر ولا ما اخطر وكده طيب انا عايزك تنتبه للرقعة الموجودة دي الرقعة الورد اللي هي الملعب اللي هي بتاع الملعب احنا مقسمينه هنا لمسافات المسافات دي مهمة جدا جدا بيجي نمر عشرة اللي هو ريبو وسنوسي نمر اثماشر سنوسي ده اصلا باك رايت باك ليفت اصلا لكن بيجي هنا يكمل في وسط الملعب مع نديدي وابتدوا لعبوا في الهاف سبيس دي هم والاثنين المهاجمين الاثنين المهاجمين اللي هي اوني تايو اوني وكلتشي بيبغيروا اماكنهم دائما حسب اتجاه الكورة لكن في الغالب بيغيروا اماكنهم عشان يزعيوا الاثنين الدفاع بتاع انك ما ما في واحد يعرف يعمل شنو يعني اصلا كلتشي بلعب هنا نعنه رجل شمال وطايو بلعب في اليمين بيجاي كمين سترايكر لكن هم اللي اتنا بيلعبوا شادوا سترايكر وبيغيروا اماكنهم دائما انترشينج بلي فانت ما بتعرف ياتوا فيهم موجود وكلتشي دائما بيجيب اا اا اقوانو بالاتجاه العكسي لما يكون عكس كراو او عكس قدم بلعب برضو شيكوزي بيجيب يعمل نفس القصة اللي اتنين مهمتهم هم عكس الكرات او الدخول بها لجوة او كده الميزة بتاعت استخدام الهاف سبيس دي انه دائما بيكون عنده مساحة زايدة انت ما شايف وكده من المهم جدا انهم برضو لما يدخلوا هذه المنطقة المنطقة اللي فيها العلامتين دي اللي هدي بسموها زون 14 و قلبية الدفاع المنطقة دي هم بيجيدوا استخدام اما عن طريق سنوزي و ريبو او عن طريق الاتنين دي اللي يطلعوا البر شوية ويستخدموا هذه المنطقة الجون بتاع الجف مصر جه هنا جف المنطقة دي هنا في نفس المكان الواقف فيه ده واستلم الكورة وشات على طول بيريل الشمال دخلت جون في التسعين هنا ايجابوا في مصر وبالتالي من المهم جدا ادراك هذه المسألة طيب اذا كان انا عندي الزول ده هو اهم حاجة اهم زول في الفريق ده كله هو انديد ده نعنه ده الزول المايسترو ده الزول اللي بيوزع الكورة اللي بيخلي الكورة تمشي صاح وتمشي فيها تتجاه ويحرك اللعيبة وهو العقل المدبر لكل هذه المسألة على فكرة هزعته ممكن يكمل لكن بيكمل حسب ظروف الملعب وحسب التيما المعاون في مصر ما كان بيقدر يكمل لأنه خايفين كل الجصة هم خايفين من سرعة محمد صلاح عشان كده هم بيلعبوا هنا ديل 3 وده دايما بيكون قاعد في المنطقة دي حتى يمنع محمد صلاح من انه يتحرك بسرعة يعني يعطلوا قدر المستطاع وهو لاعب حريف لذلك هو لما نيجي هنا محتاج لذول يغطي طيب السودان حسب المباراة فاتت بيلعب ب4 4 2 وحيستمر شكل يعني واضح جدا انه هيستمر وانه القصة مريحة للعبين وهم حيلعبوا بها 4 4 2 لو انت شلت واحد من ناس النص ديل فلو خليت واحد من الاربعة كمان يغطي انديدي هتبقى في مشكلة بانه انت هتلعب الباقين الاربعة هيلعبوا ضد 3 فدائما عندهم غلبة عددية عشان انت تغط القصة دي تبقى ما مشكلة بالنسبة لك ابقى اما محمد عبد الرحمن او ياسين باعتبار انهم البدو مبارا الفاتد واحد في هون يغطي الراجل ضد اول مما السودان يفقد الكورة يفتش للراجل دا وين يجيب جنبه وما يدي فرصة يستلم الكورة في حالة زي دي من اللي سيبتدي اللعب المدافعين وبالتالي سيتسهل عليك المهمة لانه سيلعب كور عالية الزولة الوحيدة القادرة على لعب كور بالواطاء وكور مرتبة وتخطيط جيد للملعب وتكسيم هو انديد دا اذا قدرت تلغيه او تقلل من خطورته فانت اديت نفسك براح في انك تلعب باريخية بغض النظر عن نتيجة المباراة دا مع معنى ان الباقين حينتظروا انديد عشان يقعد يلعب لهم لكن انا نحن نتكلم على الورق على الورق انك اذا قدرت تشله او تقلل من خطورته بتكون انت مرتاح كل المباراة فاذا عايز تعمل العملية دي ما تهبش ناص النص اصلا اصلا ما تهبش لانه كمان حاجة ثانية سأقول لك انا في ناص النص ديل انت محتاج للاعب تأخر شوية عشان تعمل العملية دي ابقى اللاعب اللاعب رغم عشرة اللي هو اذا اعتبرنا انه الاسترايكر بتاعنا رأس الحرب الاساسي بتاعنا هو محمد عبد الرحمن ياسين او الجزول نوح البلعب فيهم لازم يكون مهمة الاساسية تغطية هذا اللاعب وبالتالي زيادة عدد الوسط من اربعة الى خمسة في حال فقدان الكور ودي مسألة مهمة جدا مهمة خالص لابد من النظر عليها بنظر الاعتبار لا تجعل واحد من ناسك الاربعة اللي في النص يمشي يكون مهمته نديدة لانه في الحالة زي دي ستنقص الاساس وانا سأريك انت محتاج لاناس النص تلعب بنفس الطريقة بتاعتها طيب لان عندنا في النص بنلعب بأربعة كويس انت لازم يكون الاربعة في وقفة ثلاثة وبعدين واحد يلعب ما بين كرشوم وما بين صلاح نمر ويكون ثابت اصلا ما يتحرك من هذه المنطقة لانه هم بيستفيدوا من منطقة الزون 14 اللي هي عندنا احنا بالنسبة لنا في دفاعنا يسمى زون 5 هي نفس المنطقة لكن بالنسبة لدفاعنا يسمى زون 5 بالنسبة للهجوم بتاعه يسمى زون 14 فعشان ما يستفيدوا من هذه المنطقة انت عايز زون واحد يكون قاعد هنا طوال الزون الوحيد القادر على عمل القصة بوكبة طبعا انا انا اتكلم اذا الظروف سمحت ان كل اللعبين اللعب المبارد فاتت اللعب المبارد طيب ليه بوكبة لعنه بوكبة لعب اللعب الكورة في كورة المريخ الاخيرة فورمزين هو جاب خطاه يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها الريست يقعد هنا وهو كورة كويسة اذا استلم الكورة بيقدر يطلع كويس ويمنع حاجتين يمنع الاستفادة من زون 14 ويمنع الاستفادة من الكورة الثانية لانهم هم تعبوا المصريين بانهم بلعبوا الكورة الاولى ويمشي يستلم الكورة الثانية فاذا انت عايز تمنع القصة انت محتاج لزول دائما موجود في زون 14 عشان الاثنين يلعبوا براحتهم اللي هم صلاح نمر و كرشوم يلعبوا على shadow strikers ايضا يجب ان يلعب اللعيبة بتاعتنا بزكاء شديد جدا وما يعني يقع في المصيضة بتاعت انه يطلعوهم برا الصندوق اللي اتنين بتاع اننا الجو دائل مهمين جدا طيب يبقى دلوقتي احنا عرفنا كيف في حالة الاستحواز بيعمل شنو وفريغنا مفروض انه يعمل شنو اي حاجة بعد كده سهلة جدا حاجة واحدة عايز اقول لمحمد عبد الرحمن انه ما ينتظر الكورة الناس دائل ضعيفين جدا رغم الاسامل الكبيرة واللعب في اوروبا انت تستطيع ببساطة شديدة جدا واحد انك تمرق من اي واحد من نيل فانت حاول ان تستلم الكورة حاول اسعى لانك تستلم الكورة وبعد كده ستجد نفسك ماشي في جماعة ذال زي ما زي السكين في الجبنة زي ما نقول فاصل ونواصل احنا هنا طيب هما دلوقتي الكورة عندنا احنا وهم دائرين يلعبوا اذا لعبوا بالخطة بتاعتهم او بالطريقة اللي احنا قلنا دي فغالبا برجعوا خمسة يبقوا ورا في الدفاع خمسة وبعدين ثلاثة في نصف الملعب واثنين جدام الاثنين 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 ممكن يكونوا زي دل كده وممكن يكون واحد شوية واحد ورا يعني وكده دا عشرة برضو اللي هي ريبو وده سيمون وده سمويل وبرجع سنوسي يبقى باك لفت او شمال وده برجع يبقى ظهير ايمن اين اينا او اولا اينا دا برجع يبقى ظهير ايمن طيب دا طبعا ديل برضو لما نشير الكورة بيقدر يعكس برضو بيخش برضو هنا وكده لكن دي ما قصتنا سان اينا قصتنا يانو احنا عندنا الكورة عندنا مشكلتين اول حاجة نمر واحد هم ديل اللي اتنين بيبتدوا الضغط على اللعبين اللعندهم الكورة هنا عشان انت ما تطلع بالكورة من القون ما بخلوك فيبقى هم بيتعمدوا على الضغط العالي ما برجعوا كلهم لنص ملعب و عشان يشيلوا لا بلعبوا معاك لغاية النهاية فما بخلوك تلعب اصلا عشان تناي بيكتلوا هجمتك في وقتها وبالتالي يضغطوك ويخلوك مضغوط في نص ملعبك المبارك اللي عملوا نفس العملية دي مع مصر وك لمدة 75 دقيقة هم حصرين مصر في الصندوق بتاع رغم انه عندها ناس يعني طيارات زي صلاح وزي محم مصطفى وزي مرموش والجماعة ديل دين ناس طيارات يعني ومع ذلك ما قدروا يعملوا حاجة ما قدروا يعملوا حاجة لانه مما بيكتلوا هنا يعني بيكتلوا هجمتك من البدايات في هذه المناطق طيب بيرجعوا بحيث انه دايما يكفلوا المنطقة دي هنا ما يخلوك تلعب في الهاف سبيس او نصف المساعة ما يخلوك تلعب في الاماكن دي كويس وما يخلوك تنفرد بالاتنين دي لانه دي ضعيفين جدا رغم الاسام الكبيرة و كونج و كونج و كينيس اوميري وبتاع لكن واحد لواحد بيدعم وتوال فبيعملوا لو انت نجحت في انك تطلع وكده بيعملوا كومباكت برجعوا كلهم يبقوا خمسة وراء ثلاثة واثنين يبقى احنا هنعاني من الضغط العالي ودي مسألة مهمة جدا ومش الضغط العالي الضغط العالي باتجاه الكرة وبرض ممكن الضغط يقوم باكثر من لاعب يعني خاصة لو لقوا انك تطريض سهلة ممكن جدا يهاجمك ثلاثة اربعة ياخد الرزق بتاع انه في مساحات هتفضل وكده لكن يهاجمك مرتين ثلاثة ثانية ما تقدر تطلع او تلعب الكرة العالية الكرة العالية ما حباب انه بتبقى فيها اشكالية طيب من الحياة المهمة جدا انه تعمل انك ما تفقد الكرة بسرعة بمعنى تباصي يعني كل ما باصيت كل ما ما هي انت بتلعبوا بكرة واحدة انت وهم بتلعبوا بكرة واحدة الكرة في رجلك انت هما ما بقدروا يجيبو لان في رجلك انت إلا تشيلا انت تشيلا في إجونك لكن الكرة ما دام هي في رجلك يبقى هما ما حيقدروا يعملوا حاجة حيعملوا ما حيقدروا يعملوا أي شي كل ما تحتفظ بالكرة يعني ما تعتمد على التطفيش اعتمد على انك تقعد تمسك الكرة في رجلك بمعنى آخر تدس الكرة تدس الكرة كل ما استمرت الكرة في رجلك لأطول فترة كل ما كان هناك استفادة الكرة الطويلة ما تلعب إلا إذا تأكدت أن نزولك بصلاة بدون أي إزعاج يعني ما تلعب والناس تصهر لبعض كل ما ظهرت الناس لبعض كل ما بقى وإنك سمحت لزميلك بزاوية رؤية بيشوفك بيقدر يلعب لك الكرة بشكل كويس ده اللي احنا دائرينه من لعبتنا ودي الطريقة هم بلعبوا الكرات السابتة من الكورنر بطريقة تغليدية جدا اللي هو بيجدع الكرة إما في الزاوية القريبة أو في الزاوية البعيدة وغالبا بلعب في الزاوية البعيدة إنما بيعتمدوا على كثير من الحيل الذي لا يجب الانتباه لانا أنه دائرة لازم تجيب الحيل أو تجيب هنا وتشوفوا هم بيعملوا لما الكورة تكون قدام الكون يعني دائما بتكون في محطة حتى بعد كذا اللاعب اللي هيجيب القون يعني الكورة بتتلعب في محطة ما ثم بعد كذا اللاعب عشان يجيب القون إحنا محتاجين أن ننتبه وما في حاجة صعبة إذا كان أفريغيا الوسطى غلبت نيجيريا دي زاتا في بلده إحنا نستطيع على أقل تقدير أن نتعادل بأداء جيد صحيح الفوارق كبيرة السعر بتعتيم كبير كوليكتب يعني لما تجيب أسعار بطاقات اللاعبين في الفريغين لكن التسعين دقيقة دي عندها راية ثانية يعني التسعين دقيقة دي راية مختلف ما عند علاقة بما يقال يعني ما عندي حاجة تانية أقول غير أنه ربنا يوفق الفريق القومي ويوفق اللاعبين والجهاز الفني لما فيه الخير ما عليش البتاع ده طال شوية لكن ده تحليل طبعا كان بيتطلب أنه يطول شوية وما عندنا تانية حاجة نقول غير إلى لقاء وبالتوفيق نلتقي يوم السبت إن شاء الله على أمل أن نفوز وعلى الفريق النيجيري نحن شعب يستحق أن يفرح وأ أنتو أخوانكم قاعدين يموت في الشوارع من أجل هذا البلد أفتكر أنكم أنتم يمكن أن تضحوا بتسعين دقيقة والمباراة بتاعت نيجيريا أهم من مباراة مصر يعني مباراة نيجيريا أهم من مباراة مصر تحياتي وإلى لقاء القريب إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر